أبرزتها منظمة الصحة العالمية حول نسبة الوفيات بسبب التدخين سنويا حيث أظهرت نتائج الأبحاث أن شابا من بين عشر يموتون كل عام بسبب التدخين هذه الأرقام المنذرة بالخطر يمكن أن تدفع المدخل إلى ترك السجارة جانبا إلا أن النيكوتين تصعب خطوة كهذه خصوصا وأن المواد الكيميائية التي تدخل الجسم تؤدي للإصابة بسرطان الرئى وإذا كان يصعب على المدخن الإقلاع عن التدخين فيمكنه تناول أربع أنواع من المأكولات الصحية التي تساعد على تنظيف الرئتين الجوز البرازيلي غني بالفيتامين A التي تقلص مخاطر الإصابة بسرطان البرستات والرئتين وأمراض القلب والأوعية الدموية ويمكن تناول جوز واحدة في اليوم لتأمير كيمية السيلينيوم التي يحتاجها الجسم طيلة النهار البصل يحتوي على فوائد مدهشة لمقافحة عدد من الأمراض فهو ينظف الصمو في الرئتين بحسب دراسة أجريات في سويسرا وإيطاليا يمكن تناول ما بين بصلة وسبعة في الأسبوع لتخفيف مخاطر سرطان القلون والحنجرة والمبيض الزنجبيل لديه فوائد كثيرة أيضا فهو يساعد على فتح المجاري الهوائي في الرئتين ما يسهل إخراج البلغم كما أنه يمنع تجمع البكتيريا وحصول الالتهابات الليمون الهندي أو البوملي أظهرت الدراسات أن هذه الفاكهة تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الجهاز الهدمي ويمكن تناول أربع قطع منها أسبوعيا لتنظيف الرئتين